بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو ونتائج دورة التحليل الرقمي الاحترافي طبعا احنا قدمنا دورة التحليل الرقمي على مدى اكثر من عام كامل واحنا بنعطي محاضرات للاخوة الدارسين وبنعطيهم سيجنل للتداول اشارات للتداول الحمد لله كانت موفقة بشكل كبير هنعرض لبعض هذه السيجنل واللي لما جيت احسبها وجدت ان هي ستين الف نقطة متخيل ان احنا قدرنا نعطي الناس توصيات بستين الف نقطة على مدى عام كامل كانت من ضمن التوصيات هو بيع الدولار ين عند مستويات المية وخمسين والمية تمانية واربعين خمسين ومية تسعة واربعين كل هذه المستويات كنا بنقول للناس انت هتقدر تبيع باريحية كاملة والحقيقة ان الدولار ين هو من اكتر الازواج اللي تعملنا معها واخدناها زي ما يقولوا رايح جاي حتى كانت الصفقة الاخيرة ان هنا تعمل خطة عند مية سبعة واربعين خمسين وهتشتري بالقرب من مية سبعة واربعين خمسين وعلى الاقل هتربح ان شاء الله من خمسمية الى الف نقطة والحمد الله قام بعملها بص لمسها وراح صعد مرة اخرى حوالي الف بيب تمام مية سبعة وثلاثين واحد وتسعين وهنا طبعا احنا كنا قلنا للناس هتقدر تبيع عند مية وخمسين ومية سبعة واربعين خمسين ومية تمانية واربعين خمسين وعلى الاقل هتحصد من الف نقطة الى الفين نقطة وقد كان تمام ده كان بالنسبة للدولار ين والحمد الله احنا حصدنا منه ارقام كبيرة جدا ما زلت اذكر الصفقات الخاصة بالدولار كندي والرقم الجميل اللي هو مية تمانية وعشرين تمانين فاكرين حضراتكم مية تمانية وعشرين تمانين احنا كنا قلنا تقدر تشتري اول ما يصعد فوق مستوى المية تمانية وعشرين تمانين تقدر تشتريه اهو صعود ده مش معناه اللي هو تحليل رقمي اه هو تحليل قاصر على الصفقات السوينجية لا من قال بذلك فهو مخطئ تحليل رقمي سوينج وسقالبينج اه انت مجرد عرفت رقم قوي للغاية بتشتغل عليه فالحمد الله طبعا اه كان فيه صفقة عند المية وعشرين لو تتذكروا حضراتكم اه المية وعشرين وقلنا ان هو مفترض ان هو عند المية وعشرين المخاطرة بتاعتك عند مية وتسعة عشر تمام او مية وتمانتاشر تمانين هنا تمام قلنا اللي انت تقدر تشتري وصفقة سوينجية من الف نقطة الى الف نقطة فطبعا الحقيقة الواحد لما بيراجع زي الارقام بيقول يا جماعة ايه ده ايه ده فعلا ده يعني وطبعا الباوند ين لو تتذكروا طبعا احنا كنا واخدين order بيع من عند مية واحد وسبعين حداشر لو تتذكروا هذه النقطة اه وزابط الاسعار الى كام مية خمسة وخمسين واخدنا عند مية خمسة وخمسين شراء ولو تتذكروا ايضا النقطة الخاصة مية تمانين واربعين خمسين انا فاكر هذه النقطة لما قلنا هو على الاقل هيصعد صعود كبير جدا من مية تمانين واربعين خمسين ايه مية تمانين واربعين خمسين صعد بالفعل منها ولمسها اكتر من مرة وصعد منها اكتر من الفين بيب او الفين وربعمائة بيب الباوند ين فطبعا اكتر من صفقة واكتر من زوج بنحلله لو تتذكروا حضراتكم ان اوزلندي دولار والرقم الجميل جدا اللي هو سبعة تلاف وخمسمية لو تتذكروا هنا طبعا سبعة تلاف وخمسمية ده كان لأ دوقتي كبير احنا كنا قلنا سبعة تلاف وخمسمية وسبعة تلاف ومتين تمام وقلنا البيع عند سبعة تلاف ومتين ده ده امر وجوبي بالنسبة لك يعني سبعة تلاف ومتين ده بيعه وانت متطمن ان شاء الله ستربح تمام وكسر مستوى السبعة تلاف تقدر بقى تتبع لتجار رقمي وتقدر تزيد من عملية البيع وكان الحمد لله هبط هبط لغة خمس تلاف وخمسمية خمس تلاف وخمسمية خمس وستين وقلنا وقتها ان خمس تلاف وخمسمية ده رقم قوي جدا عند النوزلاند دولار تمام وفعلا الحمد لله قدرنا ان احنا نشتري عند خمس تلاف وخمسمية بص حاجات بص هنا لمسوا راح صاعد اكتر من حوالي الفين بيب وهنا برضو صاعد من هذه النقطة اضافة الى مئات الصفقات الحقيقة حللنا مع بعض مختلف ازواج العملات والسلع والمؤشرات والحمد لله النتائج كانت مبهرة لكن اقولك بقى المفيد طبعا احنا حققنا الحمد لله اكتر من ستين الف نقطة على مدى عام كامل في تصور عندي ان احنا ممكن نعمل هذا الامر حاجة كده انا بسميها استراتيجية الطحونة الرقمية هنعرض على حضراتكم الفكرة وتشوف هل الفكرة دي مناسبة ولا لا ليه انا وجدت ان اصدقاء كسرين ممن دخلوا الدورة ممكن ما يدخلش الصفقات ديت او ممكن يخاف من دخوله للصفقات او يدخل ويحصد يعني مثلا اقولي الف نقطة فتلاقي المتاجر دخل حصل على ميت نقطة ميتين نقطة فمش هيقدر ياخد الالفين نقطة مش هيقدر ياخد الالف نقطة ليه انت ممكن تقوله بادارة صفقات معينة انت مثلا ادخل لو حسابك بألف دولار ادخل بنص دولار تمام بنص دولار ويبدأ اشتغل فهو المتاجر هيدخل مثلا بعقد ستندر ويحصد ميت نقطة وخلاص وانتهى الامر بالنسبة له تمام فهي دي الفكرة اللطات العالية مش بتخلي المتاجر ان هو يقدر يتحمل كل هذا الهبوط ان هو يقدر ينتظر الصفقة تهبط معها طبعا بص كام شهر شهور كتيرة جدا عشان هو ينتظر كل هذه الشهور عدد الشهور ده كتير للغاية تمام اه وامر صعب جدا مش اي حد يقدر يعمله مش اي حد يقدر ينفزه فاحنا كنا بنقول ان هناك نقاط تقدر تشتغل بشكل سقالبينج تقدر تشتغل على مستوى الخمس دقايق على مستوى الربع ساعة على مستوى النصف ساعة تمام طالما ان انت اشتغلت على نقاط قوية من ضمن هذه النقاط القوية لو تتذكروا اللسترالي دولار احنا كنا عرضنا لنقطة قوية عنده كانت كام لو تتذكروا طبعا احنا كنا قلنا ان كلما اقترب من ال 8000 تقدر تبيعه تمام تقدر تبيع عن ال 8000 وايضا 7500 تقدر تبيعه ما فيش اي مشكلة مثله مثل النوزلاند دولار لكن احنا كنا قلنا رقم مهم جدا في اللسترالي دولار لو تتذكروا حضرتكم ال 7142 بالزبط كده 7142 تعالى بقى نعملها على المستوى اليومي نشوف جمال التحليل الرقمي 7142 فاكير هنا ال 7142 ديت لانها من الارقام الجميلة جدا بص دي 7142 تمام بص بص حاجة خطيرة جدا حتى يمكن نزلتها على التليجرام لو تتذكروا حضرتكم في الجروب الخاص بتدورة المشتركة مع اخي الفاضل والعزيز ابو اسماعيل كنا عرضنا المسألة ديت قلتلكوا بصوا اه اتفضلوا كده بمبوناية خدوا هدية بيع الاسترالي دولار عند 7142 هبط قد ايه تفضل تفضل بقى هبط قد ايه اه هبط هبوط كبير جدا لكن هي المشكلة اللي بتقابل المتاجر العربي او اي متاجر عموما مين اللي هتحمل اه الهبوط وبعد كده الصعود وبعد كده مين اللي هيعرف انه هو يقدر ينتظر كل هذا الانتظار اه مع ان انت كل هبوط هتفضل بقى كل ارتداد هتفضل تبيع ويهبط بيك كل ما يرتد تبيع ويهبط بيك انت بتتكلم فيه 600 بيب 700 بيب وكنت بتتكلم فيه الدولار ين في اكتر من 2000 بيب وايضا الباوند ين في 2000 بيب وهكذا وايضا ما زلنا متذكرين مع بعض الباوند دولار يعني كانت صفقة اكتر من رائعة لو تتذكروا الباوند دولار احنا كنا اوصينا مش احنا قلنا من 103 ل 105 تقدر تشتري تعالى بقى اللو الشهري عذرا كنا لما حدث هبوط كبير واقعدنا نحلل في الباوند دولار وقلت لك من 103 ل 105 دي كانت نقاط شراء جيدة للغاية في الباوند دولار ويصعد من 1000 بيب الى 2000 بيب وقد كان وفعلا صعد عدد النقاط ديت تمام فان شاء الله هو فيه مقترح من بعض الاخوة ان احنا نعمل فكرة الطاحونة الرقمية استكمالا لدورة التحليل الرقمي دي طبعا هتبقى برسوم نفكر كده ان احنا ممكن نعملها بس هتبقى بعد رمضان ان شاء الله اه المانع ان احنا نعمل اه عشرين الف نقطة تلاتين الف نقطة فأهمل الفكرة اللي انت بتعمل صفقات ولكن صفقات بدون اقاف خسارة صفقات بدون اقاف خسارة لكن انت عامل اقاف خسارة ايه بالهج يعني اه مثلا ايه هنعمل مثلا 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 دخلنا اليورو دولار احنا برضو عملنا صفقات على اليورو دولار كانت اكثر من رائع فاكرين الليل 95 ل97 برضو عملنا قلنا هنا يا جماعة نقدر نشتري في اليورو دولار فكانت والله كانت صفقات الواحد بيتذكرها اه وهنا طبعا بالأعلى احنا قلنا ايه هنا قلنا ده كده خلاص اعطى اشارة بيع فتقدر تبيع تمام بالقرب من هذا الرقم 11000 كنت تقدر تبيع وفعلا قلنا كل ارتداد اليورو دولار تقدر تبيع من خلال تمام فكان الامر ممتاز جدا طيب اليورو دولار لوقتي حالي هتعمل ايه هتيجي على المستوى اليومي وتشوف والله اه اليورو دولار هبدأ بيع طب ايه الارقام اللي انت تبدأ تبيع عندها في اليورو دولار هل مثلا هتبيع عند 10 720 مثلا القرب 10 720 لو اقترب منها تبدأ تبيع هنا تمام طيب ماذا لو صعد اعلى 10 720 تقدر تعمله هج ازاي تمام وتفك هج ازاي كل هذه المسائل بيدخلك في منظومة الهج الذي لا يخسر تمام خصوصا مع زوج عملة التلاعب فيه هو قليل طبعا احنا عملنا يعني الاف السجنل الاف التوصيات عملنا توصيات كتيرة جدا انا بيقول لك النتائج تعدت الستين الف نقطة تخيل لو كان واحد بيتابعنا وكان بيدخل بعشرة سنت بعشرة سنت في الدور يحصد 6000 دولار تمتخيل حاجة طبعا غير طبعية هذه الدورة الحمد الله احنا قدمناها طبعا لم يتبقى الا محاضرات بسيطة جدا احنا بنعمل استراتيجات عشان نساعد الاخوة الدارسين انه اه فيه استراتيجات اقصادك اتفضل اشتغلها اتفضل اشتغل هذه الاستراتيجات لكن هي المشكلة لدى المتاجر ان هو عاوز حد يشتغله حد يقول له ايه النقطة دي بالزبط بيع عندها ولو حدث اا كذا تعمل كذا وهو ده اللي كنا بنقوله في المحاضرات بس هو عاوز ارقام وجروب ويتعمل الكلام ده طبعا صعب صعب انت تعمل هذا الامر تمام اا وخصوصا لو هناك متدولين بيشتغلوا على شركات اا تمويل متشابهة تمام انت بتاخد سيجنال متشابهة ده ده هيبقى هيوصل خطر على المتداول في شركات التمويل تمام فاحنا كنا بنقول مش كلام فتفاض بس كنا بنقول زون رقمي ما بنقولش اا رقم محدد اا بنقول رقم محدد بس لما كنت اجا تكلم كنت اقولك زون رقمي تحسبا لعدم تشابه السيجنال اللي بيعملها المتاجر زون رقم مثلا في 100 نقطة دولار تقدر تشتري في 100 نقطة دولار تقدر تبيع تمام يعني مثلا انت عندك مثلا الباوند باوند دولار الباوند دولار مهما صعد هو اتجاه وهابط يعني الباوند دولار خده مهما صعد هو اتجاه وهابط طالما ايه طالما انت عملت كده عند المية 25 مثلا هنا كده تمام احنا بنعمل حاجات يعني تعد لايف يعني عملت كده المية 25 تمام ايه ده استكمال الاتجاه الصعد طيب هو راح لل122 وال123 وال124 وال124 و147 هل دي بتبقى سيجنال قوية طبعا بتبقى سيجنال قوية لكن المتاجر للأسف الشديد لما الأسعار بترتد كده ويذهب بيخاف بيخاف يعمل السجنة لا ما تخافش تعمل السجنة ليه الأدوات محددة أرقام سابتة طبعا هي مش 125 قوية افتح للرقم الأرقام سابتة وبتبدأ بقى تشتغل وفقا له افتتاح أعلى الرقم خلاص انتهى القمر طب افتتاح على مستوى ايه هل المستوى اليومي ولا المستوى الأسبوع ولا المستوى لأربع ساعات كل الحاجات دي احنا فصلناها تفصيلا شديدا تمتخيل عدد ساعات مهول جدا ومجهود لمدة سنة كاملة دي دورة التحليل الرقم الاحترافي تمتخيل 59 دي 56 دي 37 دي 39 ساعة 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 أربع ساعات أربع محاضرات وراء بعض أربع ساعات تبقى تخيل خمس تورتين دي ترات تورتين دي تورتين دي عشر دي ساعة وتلت ستاشر دي تنين وتلتين دي ستة وتلتين دي تسعة وعشر دي اربعة وعشر دي شوف كم المجهود بص كم المجهود اللي الواحد بزله في هذه المحاضرات لكن يعني عشان ما تحكش عليك أنا عاملها نفسي يعني أنا مش عاملها للمتدولين أنا عامل الكلام ده لنفسي ليه حتى اذكر نفسي به ليه عندي حاجة زي كده لان ان شاء الله احنا طبعا وعدناكم ان الدورة دي تكون متاحة حتى يوم عشرة اربعة المقبل لا وجود لدورة التحليل الرقمي من بعد يوم عشرة اربعة يعني انت حتى لو سألتني في دورة تحليل رقم بعد يوم حداشرة اربعة جيت تسألني عن دورة تحليل رقمي مش هتلاقيين رد عليك للأسر هكون قليل للزوء مش هقول لك مش هقول لك في دورة اني مش هكون عايز ابيعها فاهم لان ده بيتنافى مع الاسلوب اللي انا بتتبعه انا لما اجي ابيع دورة بكون دورة انا اشغال فيها بتكون الصفقات لايف وتقدر تستفد بنا لكن مش ببيع دورة قديمة ما بحباش ما بحبش ابيع دورات انا مسجلة بقالي فترة فده مش اسلوبي طبعا دي ساعة ستة وعشرين ديقة اربعة وخمسين ديقة واحد تلاتين ديقة ساعة تلاتين ديقة الواحد الله العظيم بيشوف الحاجات دي فالحمد الله ربنا قدرني وقدرت اعمل المنظومة دي للناس الحمد الله رب وكمان انا تبعت فلقيت فعلا المحاضرات ستين الف نقطة اكتر من ستين الف نقطة لكن خلينا اقول لك اهم حاجة الاتزان النفسي توازل الفعالي هل تقدر تحصد ستين الف نقطة الموضوع ده يا جماعة صعب صعب رغم استنادك الى علم قوي هو علم التحليل رقبي دي اقوى حاجة ممكن تتعلمه في حياتك اقوى تحليل في العالم تقدر تتعلمه هو التحليل رقبي لكن للأسف الشديد مين من الدارسين العرب هيقعد معك سنة كاملة ده عايزة واحد رايق عايزة واحد بيحب التحليل رقبي ويقعد معك لمدة عام كامل تمام زي ما انت شفت عدد الساعات مجهد جدا اغلب العرب هو عاوز نص ساعة ساعة الخلاصة الخلاصة عايزة في نص ساعة ساعة لو انا قلتلك في حاجة ساعة نص ساعة ده كلام فارغ ده كلام فارغ مفيش حاجة اسمها نص ساعة ساعة اعطيك استراتيجيات لما اعطيك علم افضل مني اعطيك استراتيجيات لذلك نحن عملنا للمستوى الاول والمستوى الثاني علم وتطبيق والمستوى الثالث خلناه الاستراتيجيات بحيث انت مش عاوز استراتيجيات اتفضل بس انت معك علم الاستراتيجيات احنا اخرجناها من هذا العلم بحيث لو تطور السوق وتغير السوق يبقى انت معك علم تقدر تستخرج مئات الاستراتيجات انت نفسك تقدر تستخرج مئات الاستراتيجات وتبقى مش محتاج ولا علي يوسف ولا غيره لكن مش معنى امتلاكك للعلم ان انت خلاص ان انت خلاص بقيت انسان رابح لأ ابقى تحك عليك لو انا قلتلك العشان كده بدأت تعملك المسألة السيكولوجية المتاجر متى تتاجر وازاي تقدر تعمل تدريب للمتاجر الرقمي بحيث نضيف الطحونة الرقمية تمام الطحونة الرقمية هتكون مثلا عاوزين نحصد عشرين الف نقطة هيكون لي اشتراك تمام عشرين الف نقطة بفكر معين تمام هل دي هتكون متاحة للكل لمن حصل على دورة التحليل الرقمي تمام لمن حصل على دورة التحليل الرقمي يقدر يدخل معنا فكرة الطحونة بعد رمضان ونتراحها تسجل فيها ونحلل مع بعض ونشتغل مع بعض لكي تقدر تطبق التحليل الرقمي انا بقول لك احنا عملنا صفقات ويمكن الاصدقاء اللي معنا دارسين في دورة التحليل الرقمي يعني يكذبوني في هذه الصفقات احنا عملنا صفقات لا تتصورها صفقات صفقات ممتازة جدا على مدى المحاضرات المختلفة اكتر من 60 الف نقطة انا استعجبت قلت يا انهار بيض 60 الف نقطة ده كتير جدا عدد مهول جدا من النقاط ان انت تحصد 60 الف نقطة لان احنا كنا في بعض المحاضرات كنا نعطي تحليلات لاربع ازواق خمس ازواق فكان الموضوع ممتاز جدا لكن عاوز اه عاوز زي ما اقولوا ايه زي ما اقولوا استراجات طحونة او ارقام بقى تبدأ تكتب الارقام والله يا جماعة احنا هنبيع هذا الزوج عند هزيل مستويات وهنشتريه عند هزيل مستويات وكل زوج نعمله الارقام الخاصة بيها ونضعها في مثلا جروب خاص بالتليجرام فالفكرة دي هل ممكن نعملها اه ممكن نعملها وانا حتى هعملها في المحفظة الخاص بيها واشتغلها مع حضراتكم تمام فاعتقد هتبقى فكرة ممتازة جدا لتدريب الدارسين على هذه الفكرة لكن هل تصلح فكرة الطحونة الرقامية لشركات التابوي لا لتصلح لسوق الفوركس لان احنا هنعمل صفقات بدون اقاف خسار وايضا هتعملها باسلوب صفقات قليلة عقود قليلة تمام فربنا نصر الحال ونقدر نعملها علشان تبقى المنظومة متكاملة يبقى انا اعطيتك فعلا اتجاه وعطيتك توصيات ونشتغل سواء سكالبينج سواء سوينج نشتغلها مع بعض ونستمتع بالتحليل عارف لما توصل الاستمتع بالمتاجرة عاوزين نوصل للاستمتع بالمتاجرة فهي دي الفكرة ان شاء الله الايام المقبلة ربنا نصر الحال ننتهي من دورة تحليل الرقم لما يتبقى الى عدد محاضرات قليل للغاية عن الاستراجات المختلفة اللي احنا هنقدر نستخدمها وان شاء الله المجال مفتوح لمن يريد دورة تحليل الرقم حتى يوم 10 ابريل المقبل بعد 10 ابريل هيكون فكرة الطحون اللي احنا هنعملها دي وهنغلك الباب تماما عن قبول الدارسين مش هنقدر نقبل الدارسين نعمل توصيات مع نفسنا ونشتغل مع حالنا وربنا يرزقنا ان شاء الله شكرا جزيلا وبالتوفيق شكرا جزيلا